وَلَقَدْ يَثَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ بسم الله الرحمن الرحيم أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يُشْرِكُونَ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مُرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينَ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ دَرْهُمْ يَأْقُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُوا الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُونَ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقون ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم الله الله محمد رسول الله